السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخيكم بهاء فيه النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات نظريات أو حاجة نظر كده هفهمتك بها الموضوع وهو يبقى مدخلنا لموضوع عموما يعني العملات الرقمية طبعا زي ما المفروض الناس تكون عرفت ان فيه منصة أو نتوورك اسمها بيتكوين نتوورك اسمها إسيريام والمفروض تكون عارف الفرق ما بينهم برضو فيه نتوورك تانية اسمها كاردانو فيه باينانس نتوورك موجود لها نتوورك إكس أربيل لها نتوورك لوحدها السلالة لها نتوورك لوحدها النتوورك اعتبرها زي الويندوز واللينكس والايو اس والاندرويد اعتبروا نظام وكل النظام منهم بيبقى عامل عملة عشان تخدم المنتج بتاعهم ومن هنا هناخد يعني هي أصل عملة رقمية العملة الرقمية باختصار هي ان انت تعمل منتج ويبقى طريقة التداول فيه من خلال العملة دي هي بس تسمها عملة عشان هو ده المصطلح فعلا الدارج اللي يبقى فيه زي مثلا مثلا عندنا عملة البيتكوين عملة البيتكوين المشروع هي مش عملة يعني انسان هي عملة ورقية او في دوارها عملة لا فيه مشروع عمل مالي الفكرة بتاعته ان انت تقدر تحول الفلوس ما بين العالم كله وبعضه ماشي بس بدل ما هنخدر عملة دولار اللي احنا هنعمل عملة تسميها بيتي سي اللي هي بتكوين ودي تستخدمها انت في ايه في عملة التحويل بدل ما بيبقى التحويل بالدولار يبقى التحويل بالبيتكوين طيب البيتكوين اكيد طبعا هي بقى اصلا هي دولار يعني انت اصلا في الاصل لو انت عايز تشتري بيتكوين بتدفع دولارات فتاخد اصاده بيتكوين بعيدا بقى عن حجم الحاجات دي تبقى ثابتة او متغيرة او لا ده موضوع لو انت عايز تتطرخ لي بقى ده فيديوهات الوحدة ماشي بس تعريف شكل بقى طريقة بلدية لان احنا نشرح بيها ايه هي العملة الرقمية او المشروع الرقمي بين قصين دلوقتي انت لو عايز تفتح متجر تبيع فيه سيارات تمام عايز تبيع المتجر بتاع السيارات ده زي اي حد تمام اي حد هيدخل يشتري منك العربية دي باريرت Examina 2000 بمثلا بحشين الف تلتين الف متة الف soi ممتة الف ايه بقى انت اتحطم هنا شرطي جديد فتقول له انا ياسيدي مش هبيع العربية دي بقى عملة بالدولار ده بانا ههعمل عملة اسميها ARP مثلا بس في اعمل اصلا اسميها ARP مهم هاعمل عملة اسميها عرب هاعمل عملة اسميها بهاء محوره تمام وعشان تشتري العربيات دي فقيمة العربية ألف بهاء طيب أنا هشتري البهاء ده منين هقولك في مكان هو هتروح تشتري فيه طيب الألف بهاء ده بكام يا عم أقول أنا من الأول بقى عامل مثلا مليون بهاء وهم دولهم محدد أنهم مليون بس وأقول اشتريتهم أنا مثلا أو الناس دخلت استثمارة معايا في المشروع ومين تبق يعني شافت الفكرة كويس وهتشتغل معايا شافت أن العربيات ده هتشتغل فدخلت اشترت معايا المليون بهاء دول اشتريناهم مثلا بمليون دولار حطنا المليون دولار على جنب بقى في مليون بهاء بمليون دولار طبعا واحد جاي يشتري العربية العربية دي هتكلفه مئة ألف طبعا أنا مش هميقلون مئة ألف بهاء بمئة ألف دولار أنا عايز أكسب برضه وبرضه ده عرضه طلب أنا لازم برضه أحطها لما المبلغ كله يخلص المبلغ بتاعه هيغنى طيب العملة ده أصلا مربوطة بإيه الناس تدخل تشتري عربيات لو الناس بتطريد تشتري عربيات العملة هتبقى ملياش لازمة فهنخسر المشروع فهي دي فكرة العملة وطبعا الفكرة اللي موجودة بالشكل ده من زمان الألعاب نفس الموضوع الألعاب انت بتدخل تشتري كوينز تشتري بيها ماشي فهو ده الكوين حتى هي اسمها كوين عشان كده تمام ده العملة بشكل بلدي كده احنا عندنا بقى حاجة البيت كوين زي ما قلنا هو مشروع الهدف منه ان انت تتحول للحاجات الاثريم عند عملة اسمها اثر وعنده ايه بقى يا سيدي من ضمن مشاريعه ان انت تقدر تبني حاجة اسمها توكن هو ده اللي احنا بنعمل ان احنا بنبني توكينات بنبني توكن ايه زي العملة الرقمية بس على الاثريم بتاخد قيمتها برضو من الاثريم وبحطها بمقابل مادي معين فانت تقدر بقى تبني تعمل عملة خاصة بيك وتعمل لها مشروع والناس تستثمر في العملة دي او بمعنى صحيب تستثمر في المشروع زي المشاريع الكتير اللي موجودة دي يعني سولانة مثلا من الحاجات اللي بحبهم دخلنا عليها مشروع سولانة ايه خلنا كده يا سيدة ندخل نبص عليه افتح ايه حاجة في الكوين ماركت كاب وضغط على سولانة مشروع سولانة عندهم كذا مشروع افضل حاجة عندهم ان هما بيستخدموا برضو زي البيتكوين كده في التحولات المالية وبصوا بمشاء الله يعني ده تكلفة العملة الوحدة وبيعمل الف عمليات في الثانية وده عدد كبير على فكرة مش قولي عدد كبير عدد محترى البيتكوين بيعمل عشرة عمليات في الدقيقة مش في الثانية والاثيريوم تلاتين تقريبا يعني زاكرة يعني بيزيدوا بيطوروا وده اللي هما عايزين اصلا يعملوا عشان الاثيريوم تو ودي بوص بقولك نفس بقولك الحاجات دي هو اللي شغالة به ماشي هما عندهم عملة زي وعندهم شغالين في الزكاة الاصطناعية عندهم مشروع شغال في الزكاة الاصطناعية تقدر تشوفهم يعني وعندهم NFT كمان شغالين بيعملوا حاجة خاصة بسولانة NFT Non-Fungible Token المفوضة الناس تبقى عارفة هاللوقتي فلا كان بس زي overview كده الموضوع التوكينز وموضوع الكوينز وموضوع الشبكات عموما عشان هنبدأ من المرة الجاية اكيد هنبدأ نعمل بقى كوين خاصة بينا معاني بقى فيه ستاندرد ليها اصلا سيحنا هريبنا عشان نتعلم يعني الكونتراكت الكويس من بسولادتي فيارب يكون الموضوع واضح المجال اصلا ده كل اللي انا بكلمه ده في مجال الماليات ده احد مجالات بس فانت طبعا لازم تكون متابعة لقام خانية بتتكلم في الموضوع ده مش تصرف تقانية عشان تعرف التطور يعني ما شاء الله شايف انت العملات العملات دي كلها العملات دي كلها لها مشاريع يعني دي كل لها مشاريع تعرف عندك كم عولة عندك 12000 حاليا بتاريخ دلوقتي عندك 12000 72 عملة شوف شوف المبلغ اللي محتوط في القسم ده كامل مش عارف اكرهه اصلا مش عارف دول كم صفر ولا كم عدي ماشي البيتكوين منهم 1240% الاسدينبا متشار في المية من المبلغ ده الاستثمار تمام فده مجال لوحده يعني ده مجال لازم تبقى انت تفاهم فيه لو انت هتشتغر في البلوكورتشين خاص بيدي فاينانس الدابس مجال الواحده برضه الجيمينج فيه جيمينج فعملت هنا خاصة بالجيمينج وخلافه فانت لازم المجال ده لازم تفهم الاول هو شغال ازاي قبل ما تبدأ حالت تبقى فهم الكنتراكت ده هيعمل ايه عشان تقدر توظفه صح ياربو ما كنت اشتاولت عليكم انتظرونا في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة